أولاً ما يتعلق بالإرادات غير نفطية قبل فترة يمكن 85 مليار شفت الكتاب اللي وصل وأنا مو أدافع عن الأقليم وإنما أنا أعرض الحالة كما هي وبعدين كننا تقييم فهذا مؤشر جيد على أن هناك تعاون بهذا الموضوع ما يتعلق بالشركات النفطية لا زالت الشركات النفطية غير عاملة بالأقليم بعدما خرجت من الأقليم بسبب توقف التصدير من قبل طريق تركيا خرج الشركات ولحد الآن لم تعاود العمل في الأقليم فهذا أيضاً يبقى تكاليف إنتاج النفط أيضاً مقيدة ضمن هذا الموضوع ما يتعلق بالتعويضات الموظفين المحكمة التحادي أشارت أنه هذا الموضوع رواتب قصد لا أسه خلينا نرجع للشركات وليس الشركات أكو عقدة بيها يعني التعاقد أولاً لازم يتغير وما متغير الشركات تقول عندي استحقاقات من هو يوفي الاستحقاقات هذه يعني قصدي هاي القضايا شون تم حلها لو ما تم حلها قبل المصادقة على الموازن أنا أعرض الموضوع مثل خلال خبرتي وجراسي لهذا الموضوع عقود الأقليم عقود استثمارية صحيح عقود مشاركة بالأرباح مو عقود خدمة نعم مو عقود خدمة نحن هنا نختلف الموضوع أولاً ثانياً نحن المؤسسات النفطية والمصافة النفطية هي مؤسسات قديمة يعني مولت بالكامل رئيس مالها الآن وإدارتها فقط الاستثمار التشغيلي في الاقليم لا هناك نسبة من الأرباح تروح للشركات بمعنى أنه هو هذا السؤال ايه فلذلك هو هالموضوع نحل أو لا هذا هو مسجل لدى الحكومة ولذلك خلوا مبلغ بحدود يمكن 2 تريليون الصوار اللي هي زادت اللي اضافوها بالتنمية الأقاليم اللي أشيع أنه تخصيصات المحافظات جتوين أنطوها للأقليم هو نزدت من كلف الإنتاج من السيادية المن إلى التنمية الأقاليم وهي مقيدة بموجب القانون بمعنى أنه إذا ما يصير تصدير ما تنعطى هذا إذن القضية مشروطة يعني إذا ما يكون تاج ما يكون تصدير فعلى شنو ينطور ترجمة نانسي قنقر